المستشار النمساوي إلى إسرائيل لتقديم الدعم الكامل النمسا تعلن التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة وزير الداخلية يعلن عن تخصيص أربع مليارات يورو للأمن تسجيل أكثر من تسعة وثمانين ألف مهاجر دائم في العام الماضي عشرة آلاف معلم روضة يتظاهرون في فين لتحسين أوضاعهم مخالفة مائة وخمسة محل تجاري انتهكوا قوانين الفتح والصلاحية وأخيراً انتهاء التوقيت الصيفي في النمسا يوم الأحد التاسع والعشرين من أكتوبر مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم يبدأ المستشار النمساوي كارني هاما زيارة إلى إسرائيل الأربعاء بصحبة رئيس الوزراء التشيكي فيتر فيالا للتعبير عن التضامن والدعم بعد هجوم حماس وأعلنت المستشارية أنه سوف يكتمع مع الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيليين وسيزور عائلة الرهين النمساوية الإسرائيلية التي اختطفتها حماس وتأتي هذه الزيارة قبل القمة المقبلة لزعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط وضرورة وقف العنف وأكد نيهاما دعم النمسا القوي لإسرائيل واستنكر هجوم حماس في لقاء جماعه بالسفير الإسرائيلي في فيهن ديفيد راوت عربت وزيرة الاندماج النمساوية سوزانا راب عن أسفها لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره السلبي على المدنيين والأبرياء وأكدت راب التزام النمسا بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة وجاء ذلك خلال افتتاحها للمنتدى الثالث لمكافحة التطرف وتعزيز الاندماج المعقود في فيهن وأعربت عن التزام بلادها بمكافحة التطرف وتعزيز الاندماج مشيرة إلى أهمية التعامل مع التنوع الثقافي والديني نتيجة للهجرة وأعلنت عن نيتها إعادة النظر في سياسات الاندماج بسبب التحديات الأمنية الناجمة عن الصراع الداخلي أعلن وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر عن تخصيص ميزانية للأمن في البلاد تصل لأكثر من 4 مليارات يورو بزيادة 11% عن العام السابق وشدد كارنر على أهمية الاستثمارات في الأمان مع التركيز على مكافحة التطرف والإرهاب وجرائم الإنترنت إضافة لتعزيز مراقبة الحدود لمكافحة الهجرة غير المشروع وعصابات تهريب البشر حيث تراجعت أرقام طلبات اللجوء بنسبة تقترب من 50% وأشار إلى زيادة جرائم الإنترنت بمتوسط 100 قريمة يوميا وختم كارنر بأنه تم أعادة تنظيم الأمان الدستوري على مستوى الولايات أظهرت أرقام منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية أن عدد المجهاجرين الدائمين إلى النمسا والدول الأعضاء في المنظمة قد ازداد بشكل كبير العام الماضي وبحسب الأرقام الصادرة عن المنظمة تجلت الدول الأعضاء أكثر من 6.1 مليون مهاجر دائم في العام الماضي بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بعام 2021 بسبب الهجرة العائلية والعمالية وشهدت النمسا زيادة بنسبة 21.2% في عدد المهاجرين الدائمين وبلغ عددهم أكثر من 89 ألف غير اللاجئين الأوكرانيين كما سجل أكثر من 2 مليون مهاجر على المستوى الأوروبي تظاهر معلم رياض الأطفال في فينا للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة عدد الموظفين وزيادة الأجور ولذلك تم إغلاق الروضات اليوم في فينا بالكامل وتأثرت حركة المرور ووسائل النقل العامة في المدينة الداخلية وتضمنت المطالب تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور والتأكيد على أهمية دور رياض الأطفال كمؤسسة تعليمية حيث يفتقر إلى 1200 معلم رياض أطفال في فينا فيما يبلغ إجمال عدد الموظفين حوالي 17 ألف موظف وقدر عدد المتظاهرين بعشرة آلاف شخص اكتشفت لجنة مراقبة الأسواق في فينا يوم الأحد 105 حالة انتهاكا بما في ذلك فتح متاجر البقالة غير القانونية وبيع منتجات منتهية الصلاحية ونظمت الحملة في فينا يوم الأحد بالتعاون مع دائرة الأسواق لضمان الانتثال للقوانين حيث تم الكشف عن العديد من الانتهاكات وتسهم جهود الرقابة في العثور على المنتجات منتهية الصلاحية أو استبدال تواريخ الصلاحية وأعرب غلطة الهيلر رئيس فريق العمل في فينا عن رضاه وأعلن عزمه اتخاذ إجراءات إضافية لضمان بيئة تسوق آمنة تتغير الساعة إلى التوقيت الشتوية الأحد في التاسع والعشرين من أكتوبر في أوروبا بأعادة الساعة من الثالثة صباحا إلى الثانية وتستمر النقاشات حول مستقبل تغيير التوقيت في الاتحاد الأوروبي مع تقديم مقترحات بإلغاء التوقيت الصيفي والشتوي وتظهر أهمية الحفاظ على توقيت موحد في وسط أوروبا لتجنب التأثيرات على حركة التجارة والأعمال ويسمح مقترح المفاوضية الأوروبية للدول الأعضاء بتحديد توقيت دائم ولكن بعض الدول تعارض ذلك وتشير استطلاعات الرأي لدعم إلغاء التوقيت الشتوي والذي يعود تاريخه لصيف 1973 حيث اعتمد وقتها من أجل توفير الطاقة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة